هارون هاشم رشيد شاعر العودة والثورة الفلسطينية ولد هارون في حارة الزيتون بمدينة غزة العام 1927 ومنذ طفولته شهد على الاحداث والتطورات التي شكلت المأساة الفلسطينية بعد ان شردتهم العصابات الصهيونية عن ديارهم واراضيهم درس هارون في مدارس غزة وعمل عقب تخرجه في سلك التعليم حتى عام 1954 ثم انتقل العمل في المجال الاعلامية فتولى رئاسة مكتب اذاعة صوت العرب المصرية في غزة وعندما انشئت منظمة التحرير الفلسطينية كان مشرفا على اعلامها في قطاع غزة حتى 1967 حيث اجبره الاحتلال على الرحيل فانتقل الى القاهرة وعين رئيسا لمكتب منظمة التحرير ثم كمندوب دائم لفلسطين في لجنة الاعلام اضافة الى عمله الابداعي في الكتاب والصحافة والتأليف والشعر اصدر قرابة العشرين ديوانا شعريا كما اختير ما يقارب من تسعين قصيدة من اشعاره للغنى مع اعلام العالم العربية توفي سنة 2020 في كندا عن عمر جاوز ثلاثة وتسعين عاما اثرى من خلالها الشعر والكتاب العربية باهمية القضية وبحق العودة وبمأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني وغدا سألحب تائرا متمردا